السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا أجمل متابعين إن شاء الله يرب تكونون بأحسن حال يا هلا وغلا فيكم نوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا ولكن قبل ما نبدأ بسرد القصة صلوا على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وننطلق لقصة اليوم وتقول صاحبة القصة يا هلا والله هذي طويلين الأعمار أخوي الكبير تأخر بالزواج فكنا كل ما خطبنا له يرفضونه يرفضونه لأنه مو موظف رسمي يعني مو موظف حكومي مع أنه عنده بيت وسيارة ومكتب يسترزق منه وأمور المادية عال العال جلسنا ست سنوات وعجزنا فهو راح وحبله وحده من ديرة خوالي فرفضت أمي لأنها ماه من نفس مذهبنا ولاه من أخلاقنا وكذا الأدمية غير غير عنا تكشف ومتحررة جدا فعصب وشال فكرة الزواج نهائيا من راسه أين يوم من الأيام أتصل شخص من قرابة أبوي القديمين فعرض بنته للزواج من أخوي طبعا أبوي وافد طار بالفرحة لأنه بيناسب أقرب قريب لا لكن أخوي رفض فحنش سوينا قمنا حولنا على أخوي الثاني اللي عمره 21 سنة هي أدري النتوه صغير يعني حتى زوجته أصغر منه وتزوج فبعد سنتين قرر أخوي هذا الكبير أن يتزوج فرجع للنفس الموال ما أحد يقبل فيه مو بس كذا يعني ريت الصدمة الأكبر أنه كل واحدة يخطبها أخوي يفتح لها نصيبها والله العظيم أنها تملك على غيره على طول يعني بعد سبوع سبوعين شهر بالكثير خلاص يملكت أو تتزوج أقسم لكم بالله أن ولا وحدة من اللي خطبناهم لأخوي عزبالين الحين كلهم تزوجوا لدرجة أني قلت يوم من الأيام لصديقتي يعني بنخطب عمتك لأخوي قاتي والله يعني خليها تتزوج وكذا يمكن يفتح نصيبها فكنا نتريق أني عمتها كبيرة وصلت 45 سنة ولسه ما تزوجت فأخوي لسه يعني واصل 30 سنة وبرضه ما تزوج فقاعد يزوج ببنات الناس وما تزوج فالمهمة تذكر أني قلت لأخوي كلامنا هذا أنا وصحبتي وكذا ضحك قال لازم أجل أخذ عمولة فوالله العظيم أن هذه الآدمية بالذات تزوجت مجرد أنا ما قلت لأخوي تزوجت من شخص كان يعشقها من زمان فالمهم يعني سبحان الله بعد فترة يعني يمكن تقريبا شهرين أو ثلاثة أخيرا لقنالة وحدة ووافقت على أخوي كانت يتيمة الأب وكانت أمها مريضة بالكانسر كفان الله وإياكم فوافقت البنت وكانت جميلة وصغيرة وصرت أسأل عن أخلاقها بالجامعة بما إنها زميلة لنا ونبغى نتعرف عليها طبعا هي كانت معانا في الجامعة بس صحباتي يدلوني عليها أنا تربطنا زمالة يعني أشوفها أسلم عليها بس ما بين وبينها أي تفاصيل وما أعرف عنها شيء كثير فاللي صار بعد سؤالي عنها عرفت إن عندها حبيبة بس ماهتميت لأن كل البنات يعني تقريبا يتوبون مو كلهم الأغلب اللي ماشيين في هذه العلاقات اللي خطاء اللي شمال على قولهم خلاص يتوبون بعد الزواج يركزون على أزواجهم وكذا يعني تعتبر بس كذا مرحلة تمر بحياتهم فما تكلمت باللي أنا عرفته إلين جا يوم الملكة وكل الناس صارت تدري إنه أخوي بيملك فجأة دخل علينا أبوي وهو أخوي نفسه ومع الصبيين وكذا واستغربنا فسألنا إيش فيه قالوا خلاص تفركشت الملكة فسألناهم إنه ليه قالوا خلاص والله البنت غيرت رأيها دقوا علينا وقالوا ما في نصيب ومن ذلكلام فاستغربت لأن اللي أعرف إن البنت موافقة وتبشر الكل لنا بتاخد تاجر ووسيم إنه ليه رفضت كذا المهم بعد أسبوع بالجامعة طبعا عرفت إن حبيبتها ضغطت عليها وزعلت منها إنه ليش تزوجين وتخليني ليش تخونيني ومن ذلكلام بعدين حمدت اللاقيت الحمد لله اللي أنقذ أخوي منها السكت ما تكلمت فأمي من الصد أمي القديمات مرة فبعد الحال والأحوال وكذا وكيفكم وش أخباركم سألت عنا وعن أخوي إذا تزوج ولا لا قالت لا والله ما تزوج يلا زوجي على يدك قالت والله لتبشرين إذن أنت صاملة قولي لي وابشري قالت أقول لك صاملة بس أزوجة وأخلص فبعد أسبوعين فعلا دورت لوحدة فملك أخوي على وحدة معلمة بالثنوي راحت أمي وأختي وشبكوها كذا وشافوها ومدحوها الأخوي طبعا أمي وأختي قالوا إنها تشبه مطربة معروفة حلوة أنا بوقتها كنت سنة تدريب ميداني ورحت أتدرب بنفس المدرسة اللي هي متوظفة فيها فصرت يعني أدورها بس أدورها بأشوفها لأن أنا ما شفتها بس من وصف أمي وأختي وكل اللي أعرفه إنها معاي في نفس المدرسة اللي أنا أطبق فيها المهم رحت أدورها أدورها بأشوفها ما شفت طبعا تحت تعليمات أخوي أخوي اللي وصاني فرحت دقيت باب غرفة المعلمات فتحت لي وحدة طبعا كبيرة في السن أعطيها كذا سن كبير فسألتها عنها قالت تفضلي ودخل أدور أبا أشوف شبيهة المغنية ذي اللي قالوها ما لقيت أحد فكانت معاي صديقة تقولي شفيك قلت مو موجودة قلت ودي وشي قلت وين قالت ذي اللي فتحت لك الباب قلت لا يا شيخة بالله لا تقولين أمانة قولي أنك تمزحين قلت لها ترى أنت مضيعة ترى يقولون تشبه المطربة الفلانية قلت أقول لك شوفي شوفي مصرة إلا أنها هذيك اللي جالسة اللي سنها كبيرة اللي فتحت لنا غرفة المعلمات يا لأتني صرت ساكتة ما تكلمت المهم رح تسألتها قلت لها أنت فلانة فالصدمة قالت إيه حدنا تعالوا وقتها أعطوني كفوف أعطوني موية أبغى هوى أبغى نفس لا أنه حرام أخوي أخذ وحدة كده كبرمي ذي مصيبة أبدا ما تشبه اللي قالوها أبدا ولا ذرة شبه حتى إنها باين يعني إن سنها بالأربعين فقاعد أقول حسبي الله عليك يا شكرية ربي لا يشكر لك فضل نكبت يا أخوي الوسيم فصارت تنتظرني كده أتكلم قلت لها أنا حماتك أخت خطيبك فلان قامت وهلت بي ورحبت فيني قسم بالله إن شعرها من قدام شيب وسمينة وصوتها حاد حرام حرام يعني رحت الغرفتنا وأنا مصدومة شوي يجوني طالبات جايبين سلال الحلى والقهوة والفطاير طبعا من رسلتهم العروس لي والزميلاتي كترحيب يحلي لها تعرف توجب المهم هذاك اليوم رحت البيت وأنا معصبة على أمي وأختي جرسة هاوش وين عيونكم أنتم ما تشوفون ما تشوفون مو مبين عليها أنها كبير أنتم خاطبين للظاهر أم ثانية ومو زوجة فعلى هواشنا هذا دخل أخوي يسمع قلت لها ترى والله إنها عجوزة وكبيرة ومهي حلوة ومو نفس المواصفات اللي أنت تبغاها طبعا قلت لها رأيي بكل صراحة لأنه من جد كان موصيني فهو وقف مصدوم قال لأمي أبا شوفها فعيت أمي قات لا ما في شوفة شرعية وما في مدري إيش إلا لما أنت ما تثق في أمك أنت كذا وبالفعل أقتنع وجاء يوم الزواج وتم بخير طبعا بعدما أقنع أخوي نفارق العمر مو مشكلة طبعا الأخت طلعت أكبر من أخوي يمكن تقريبا بعشر سنوات لما صارت الزفة انتبهنا أنه اثنين من اللي خطبناهم لأخوي آخر فترة كانوا متضايقات وكذا واحدة بعينها دمع فكانت واحدة أخت صديقتي والثانية من جماعتنا لكن تصير بنت جيران العروس هذه اللي حنا خطبناها وكانت هذه أغلب نظرة المعازيم اللي جوا وقتها فرح أخوي طبعا عدى اليوم على خير الحمد لله بيوم الصباحية راح خالي وأختي ودون فطور للعرسان وكذا ولقوا أخوي نايم بالديوان مسكين بشتجن بكسر خاطر قسم بالله فعاش معاها تقريبا خمس سنوات وحنا رسميين معاها ولا بيننا أي مشاكل ولا بيننا أي شي فجابت أربع أطفال جميلين لكن في آخر سنة سبحان الله قدر الله علي أنا وتطلقت من زوجي بعد زواج دام سنتين وهي بنفس الفترة هربت خدامتهم فطلب مني أخوي أني أنا أجي وأجلس عند أولادها لأنها كانت معلمة ما تقدر تترك أولادها فعلى أن بيتهم بعيد وكذا وافقت وأخذت بنتي ورحت وطبعا الأطفال تعرفون يلعبون مع بعض ويتضاربون وتصالحون ما أدخل بينهم لكن بس كنت أنتبه والله أنهم ما يأذون نفسهم لأنهم أطفال في النهاية بس كنت أستغرب من شي واحد بنتي تطلع من الغرفة من عندي تبغى تلعب وترجع تجلس تبكي طبعا ما كنت أسأل ما أهتم مرة بالصدفة كنت رايحة للمطبخ وهي ما هي منتبها أن أنا موجودة أو أني أنا جاي للمطبخ فلقيتها ماسكة بنتي وتقرصها بقوة في يدها فعرفت إن سبب بكاء بنت ثاري هذا العجوز قاعدة تظرف فيها ليل النهار شي ما تعرفون أن زوجة أخوي هذه معروفة بقلة أدبها مع الكل بلا استثناء حتى زوجها اللي هو أخوي يعني أمه وأبوه كذا ما سلموا منها وعليها قضايا ضرب وقاطف للمعلمات والطالبات المهم مرة ملسونة والكل يتحاشاها فأنا اللي أخذ أغراضي وأقول لأخوي أني أنا أبغى يعني عند أهلي خلاص سألني ليش وكذا قلت أبرجع يعني إن شاء الله بس أروح أسلم عليهم وأبرجع طبعا ما علمت وما قلت له ما أبغى مشاكل فرفض شوي لا تتصل علي أمي قلت لي أطلعي برح إنه عند الباب استغربت يعني النجاب أمي كذا لجت فجأة وتقول لي تعالي أخذت شنطتي وبنتي وطلعت وتجلس أمي تحقق معاي وش صاير وش اللي صار ومدر إيش قلت لها يوم ما طولي بالك ما صار شي إيش اللي صار قالت مرت أخوك اتصلت تقول فكوني من بنتكم بنتكم بتخرب بيتي يا أنا يا هي بالبيت فأنا صدمت منها تخيلوا الحقيرة ضربني وبكى وسبقني وشتكى حسبالها أني أنا بتكلم وبعلم عليها يعني إنها ضربت بنتي وكذا فالمهم مرت أربع أشهر ولا شفناها ولا زرناها وانقطعت علاقتنا فيها كذا بس من ورا هذا الشي لين يوم من الأيام جان أخوي وجلس يحلف أمي وش صار طبعا أمي تقوله ما في شي فناداني أنكرت حلفني باللاف قلت له وعصب لأن مرة كان يحب بنتي مرة هو اللي مربيها فراح الأختي وشاف رسائلها بجوال أختي وانقهر يعني راح لبيتها وتهاوش ووداها بيت أهلها ما جلست أسبوع إلا أمها طاردتها من كثر مشاكلها أنا أقول لكم ملسونة مرة طبعا ما هي أول مرة تنطرت بسبب قلة أدبها فآخر شي توصلت له أنه يعني ترجع الزوء الأخوي وزي كده قالها خلاص من بكرة تروحين لأهلي وتسلمين على الكل وتحبي الراس أمي وتباركين بزواج أختي طبعا أنا وقتها أنا الحمد لله ربي رزقني بزوج فقالت طيب ما حسينا إلا بالرسائل كده على جوالاتنا والتهزي والقذف والشتايم على الكل محددة الكل فصارت تتصل طبعا تسمعنا كلام وتغلط على أمي بشرفها ويعرضها وتقول لأمي الساحرة يا كذا يا كذا وتسكر بوجهها فأنا وأخواتي انقهرنا انقهرنا مستحيل نسمح لأحد يغلط على أمنا كده ولا أي إنسان أظن أنه يرضى بهذا الشي أتصلنا على طول بأخوي وخلنا يجي وشاف كل شي وبعدها قال يعني قلنا على هذه المكالمة وكده وركب سيارتها وراح لبيت أهلها طبعا هي كانت هناك ضربها ضرب يقول أخوي ضربتها والله ولا واحد من أخوانها فكها مني كلهم قالوا لي تسلم يمينك لأنهم دروا يعني ش سوت وسودت وجيههم فطلقها لأن أمي حلفت علي أنه ما عاد تجي يعني البيت ولا عاد ترجع لور شي طلقها بناء على رغبة أمي فأيامها أنا عرسي كان بقي لبس يومين تجهزنا وانبسطنا بيوم العرس جاب أخوي عياله كده بجاماتهم قمت أنا ولبستهم لبس طبعا جبت لهم لبس احتياط لو جوا فرضا وجاء أخوي وحضر لأن كل عزمناهم فالحمد الله تم زواجي فهنا يوم رحت الأهلي أبسلم عليهم قالوا الكل كده خايف ومصدوم يسألون إنه أنا لجيت فاستغربت قلت ليه جيت بس كده يعني أسلم عليكم قالوا لا حسبان لأ طلقتي قلت أسميلي عليه وش ده الفعل يعني قالوا لأن زوجة أخوي لما ندرت انعيالها أمس حضروا العرس انهبلت صارت ترسل والله لا أطلقها لكم مرة ثانية والله لا أخلي طلقها بصباحيتها تاخذ سك طلاقه من هذا الكلام كالعادة طبعا شي ما تقدر تستغني عنها أبدا إنها تحط بعرضي خلتني من واحد لواحد استغفر الله الله حسيبها يا رب طبعا أهلي ما سكتوا عليها كلموا أخوها وقالوا تعالوا وروا الرسائل وكلامها قالوا إنه بنرفع قضية قدفوا سبوا كذا صدمة إن أخوها قال حقكم أبسط حقوقكم وما حد يقدر يمنعكم هذه ما لقيت مني ربيها عجزنا فيها ربوها أنتم المهم ما رفعنا قضية عشان أزواجنا طبعا رفضوا قالوا الناس بكرة بتقول عنكم كلام وكذا فخلاص وكلوا أمركم لله طبعا طول هذه الفترة أخوي ما سلمها سكت طلاق يعني بس كذا شفهي الليل أنا حملت ووليت وحنا نقنع يعني تزواج تزواج كذا هو رافض أبدا فانصدمنا إنه طلع مرجعها من شهر وما حد يدري فزعلت عليه أمي وحنا رجعنا قطعنا وهو كذلك يعني خلاص قطعنا ما عاد يجينا أبدا معا والله ما أحد عاتب منا ولا بشي أبد قلنا للناس إنه يعني رجعها برضى أمي عشان عياله وزي كذا رجع عليهم وعشان صورته قدام الناس بس ما تهتز وإلى الآن لا زال أخوي مقاطعنا ولا يدري عنا ولا ندري عنا أبدا فدعواتكم لأخوين الله سبحانه وتعالى يردل صوابة ويجي يسلم على أمي لأن أمي تعبت مرة عشانا والرب ينصرنا على زوجته هذه اللي معاديتنا بدون سبب أنا ما أعرف ليش بعض البنات ليش تكرهين أهل زوجك حتى لو أنهم طيبين ولا هي بس عادة كده أخدتوها أنه ما تحبونهم والناس يقولون وخلوكم كذا وكذا فإذا زوجك ساعد أهلا وخدمهم كذا لا تتضايقين ترى الدنيا دوارة وبيجي يوم ويكبرون عيالك ويتزوجون وإنتي مثل ما بعدتي ولد الناس عن أهلا صدقين تجي اللي تبعد ولدك عنك فإذا أهل زوجك طيبين معاك لا تقطعين وتكرهين زوجك في أهلا أبدا غلط ترى الدنيا تدور لكن لو أنهم ظلموك ولا قهروك بتعدي لكن بدون ما تعبين قلب زوجك ما تدخلين خلاص بينه وبين أهلا ما تعبين قلبه على أمه وأبو وأخوانه أنت مالك شغل فيهم بس زوجك خلاص وحر مع أهله والله مشكلة لما أنت زوج الوحدة وهي كذا في وضع الدفاع مجهزة ذخيرتها طب ليش يمكنهم طيبين ونصيحة ترى حتى إذا صار انفصال سبحان الله أهل زوجك السابق هم وصيرتك للتواصل في البداية يعني خلي علاقتك فيهم طيبة ترى هم اللي بيقول لك هم اللي بتتواصلين عن طريقهم تسألين عن أولادك وترى على فكرة مو كل أهالي الأزواج سوا يعني سبحان الله بعض الناس يخلونا ندخل كذا الزواج كأننا في حرب حطوا حدود مع أهل زوجك الأتمونين على أهل زوجك يعني أنا بقعد طول عمري عايش على أصابي على الطبيعة مو بطبيعتي أوه فرصدق خلاص يعني كل واحدة تحكم بعد ما تتزوج تشوف طينتهم إذا هم طيبين لا تخسرينهم بسبب كلام مجتمع فصراحة يعني شي نرفز ليش كذا تعادينهم بدون سبب وما أقول غير الله يؤلف بين قلوبكم ويصلح ذاته بينكم يا رب إلى هنا انتهت قصتنا لليوم أتمنى أن أشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله إلى ذلك الوقت أستودعكم الله اشتركوا في القناة